مع الأجواء الإفريقية وبالتحديد دوري أبطال إفريقيا والمباراة التانية المهمة النهاردة هي مواجهة الأهلي البلاتينيوم بطل زنبابو المباراة اللي هتنطلق إن شاء الله الساعة التساعة مساء على استاذ السلام ضمن مباراة الجولة التالتة من دوري الأبطال مباراة النهاردة هتشهد إن شاء الله حضور عشر تلاف مشجع وطبعاً زي ما اتكلمت مبارح وهتكلم نهاردة الجمهور بيكون لي دور مهم جداً وعمل إيجابة كبيرة لتحقيق الانتصارات لأي فريق مش بس للنادي الأهلي أعتقد وجوده الجمهور بيكون دافع تحفيز للعيبة اللي موجودة في الملعب بيستفيدوا بشكل كبير جداً من وجود الجمهور أكيد في الملعب المارد الأحمر النهاردة بيدخل مباراة اليوم وهو في المركز التالت بعد خسارة المباراة الأولى أمام النجم الساحلي قبل طبعاً أن يستعيد توازنه مرة تانية ويهزم الهلال السوداني في المباراة التانية عشان كده بيرغب النادي الأهلي في إسقاط باطل زنبابو والانقضات بقى على صدارة المجموعة في الوقت اللي بيحتل فيه بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلي المركز الرابع والأخير بدون أي رصيد من النقاط وده بعد هزمته في المباراتين اللي خضم بيحتل النجم الساحلي المركز الأول برصيد ست نقاط بعد الفوز في مباراتين بياليل الهلال السوداني برصيد 3 نقاط بعد الفوز في المباراة والهزيمة في أخرى على الجنب الآخر بيسعى فريق بلاتينيوم لتحقيق المفجأة وإحراز نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي وهذلك طبعا لحظت أول النقاط خاصة أن الفريق لا يملك أي نقاط بعد الخسارة في أول مباراتين ليه في دور المجموعات الأهلي اختتم تدريباته أمس على ستادة تيتش استعدادا للمباراة وكنا موجودين مبارح معهم في التمرين زميل أحمد حازم ونقلنا كل الأجواء والاستعدادات وحالة التركيز اللي بعيشها النادي الأهلي مبارح من خلال التمرين ومن خلال حتى تصرحات كابتن سايد عبدالحفيز قبل اللقاء النهاردة إن شاء الله كان بيتكلم وكان مستعدين بشكل كويس جدا والراجل أعتقد عارف مين التشكيل اللي هيبدأ بيه وعارف إيه الشكل اللي هيخد به المباراة استقر كمان فييلر على قايمة الفريق لمباراة اليوم اختار الثلاثة محمد الشناوي على لطف الشريف إكرامي في حراسة المرمى في خط الدفاع رامي ربيعة أيمن أشرف ياسر إبراهيم محمد هاني علي معلول سعد سمير ومحمود متولي وأحمد فتحي في خط الوسط وليد سليمان حسام عشور محمد مجدي أفشة السلية وأحمد الشيخ وحسين الشحات وجيرالدو وديانج في خط الهجوم وليد أزارو وجونيور أجاي من القايمة دي أعتقد يعني من المتوقع أن يخد الأهلي المباراة من تشكيل المكون من محمد الشناوي وأحمد فتحي رامي ربيعة أيمن أشرف علي معلول باكليفت السلية وديانج وأفشة حسين الشحات وأحمد الشيخ وجونيور أجاي وممكن يعني يفكر فيلر بالدفع بوليد سليمان ويرجع أفشة لمركزه اللي كان خط به أكتر من مباراة بجانب السلية يعني وأكيد يعني في تفكير كتير فيلر الرجل يعني يمشي بشكل كويس مع النادي الأهلي ممكن يجرب أكتر من لعب ممكن يقعد النهاردة ديانج ولكن محتاج برضو ديانج الرجل لعب مباراتين لآخر مباراتين مع النادي الأهلي كان بيقد بشكل كبير لعيب كويس لعيب صغير في السن لسه عنده كتير يدي للنادي الأهلي وأعتقد يعني أن وجود أفشة في حتة عشرة قدام شوية بتديله المساحة أكتر أنه هو يقدر يستفيد منه هجوميا حتى لما لعب أفشة جنب السلية كان برضو مفيد بمنتهى الأمانة وكان بيعرف يعمل أساس بيعرف يوصل الفراودة بيعرف يوصل سواء حتى حسين الشحات أو أجايب بيقدر يعمل اللي مطلوب منه يعني فعشان كده الرجل عنده اختيارات كتيرة جدا ممكن أنه يبدأ ياما بالسلية وديانج جنب بعض أو السلية وأفشة ويرجع يستغل بقى بخدمات وليد سلمان في حتة عشر مكان أفشة ويقدر يشكل خطورة هجومية أكبر بكتير جدا لما هيكون معاه أكتر من اللعب أكيد في الشكل الهجومي من جانبه كمان أكد السويسري أنه فييلر مدير الفني الأهلي جهازية الفريق لخوض مباراة بلاتينيوم بطل زمبابو وقال فييلر تحدث مع اللعبين وشددت كمان على أهمية اللقاء وهنلعب للفوز وحصد النقاط الثلاثة وقابد المدير بالسويسري ثقته الشديدة في قدرة لعبية على مواصلة الانتصارات اللي اتحققت مخرا سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب طبعا على الهلال السوداني بالجولة الماضية للمجموعة مشيرا لأنه درس بلاتينيوم جيدا وتحدث كمان فييلر عن مسألة ضغط المباريات اللي كان بتعرض لها أكيد الفريق بسبب توالي المباريات محليا وإفريقيا وقال كمان يبقى أمرا وقعا يتعامل معه الجهاز الفني وأضاف أن الجهاز الفني قادر على التعامل مع ظروف خوض المباراة كل ثلاثة أيام من خلال البرامج الاستشفائية اللي بيتم وضعها للعبين من أجل تجهزهم للمباراة وأعتقد ده شايفينه يعني دي نقطة برضو مهمة جدا حابب أتكلم فيها أن رغم حتى كثرة المباريات ولكن اللعيبة جاهزة اللعيبة فت ما بتلاقيش اللعيبة متأثرة بدنيا وده شغل مدرب أحمال وشغل بدني لازم يشتغل عليه كل الأندية المصرية لأن أنت في النهاية بتحتاج اللعيب يكون جاهز بدنيا زي ما هو جاهز فنيا مش جاهز فنيا وعنده فكر في دماغه ولكن مش قادر ينفزه عشان هو عنده بدني واقع سنة أو واقع نسبة لا أنت لازم تشتغل مع اللعيبة بدنيا وده اللي شغال بي فييلر الفترة اللي فاتت مع لعيبة الناد الأهلي عشان كده لما تلاقي أي تغيير بيجري فييلر اللعيب بينزل جاهز بدنيا قبل ما هو جاهز فنيا اللعيب واقف على رجله بلغة الكرة قادر يديله لو هو عايزه وبيستغل له كل حاجة وبيستغل له كل لعيب موجود داخل الناد الأهلي وأوضح كمان أن الفريق بيمتلك لعبين على أعلى مستوى وأنه بيثق بشدة في قدراتهم الفنية والبدنية مؤكدا أن مسألة ضغط المباريات خلاص بات أمرا وقعا لا يتوقف أمامه كثيرا وهو وجهازه المعاون وأنه تركيزه كامل في كيفية التعامل مع كل مباراة بظروفها وأهدافها من أجل تحقيق الهدف منها بحصد ثلاث نقط راجل بيتعامل بشكل وقعي بكل مباراة وبياخد كل مباراة على حدة عايز إيه من المباراة عايز ثلاث نقاط عايز أهداف عايز شكل يظهر به لجماهير الناد الأهلي يكون مردي وأعتقد هو ناجح جدا في كل اللي أنا بقوله وأعمل اللي عليه وزيادة مع الناد الأهلي وأعتقد حالة رضا كاملة لدى جماهير الناد الأهلي بفايلر وبالأداء اللي بيقديه الناد الأهلي في الفترة الأخيرة